محمد الترك يحذر عائلة طليقته دنيا بطمة من استغلال بناته لكسب تعاطف الناس بناتي ليسوا بسلعة أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الأعجاب بهذا الفيديو اتهم محمد الترك عائلة طليقته السابقة الفنان المغربية دنيا بطمة باستغلال بناته غزل وليلى روز لكسب تعاطف الناس معبراً عن غضبه من القيام بهذه الأفعال اللا أخلاقية رغم أنه سبق أن حذر من استغلال نجلتيه في قضية والدتهما أعرب محمد الترك عن استيائه وغضبه الشديد من نشر عائلة طليقته دنيا بطمة لصور بناته على منصات التواصل الاجتماعية بالرغم من تحذيره السابق لهم بعدم أظهارهما على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محمد الترك تدوينة عبر حسابه بالإنستجرام كتب فيها طفح الكيل ووصل السيلة الزبا بناتي ليسوا بسلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم وأضاف محمد الترك حذرت ألف مرة من عدم نشر صورهم ومن دق الباب يسمع الجواب الله يفشلكم حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله فيكم وكانت غرفة الجنايات بمحكمة النقد في العاصمة الرباط قد قضت برفض طلب الطعن الذي تقدمت به بطمة ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مراكش في القضية المعروفة إعلامياً بحمزة مون بيبي وقضية حمزة مون بيبي تعود أطوارها إلى حساب في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإسم كان ينشر صوراً ومعلومات شخصية لأشخاص ومشاهير وفنانين ما عرض سمعتهم للتشويه أمام الرأي العام إثر ذلك تقدم متضررون بشكوى ضد الحساب ما أدخل دنيا بطمة وابتسام بطمة في معركة قضائية شغلت الرأي العام وانتهت بهما في السجن